ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب وكلكم تكونوا بخير وسعادة الموبايل اللي هنتكلم عننا النهاردة من شركة سامسونج سامسونج جالكسي ام 51 قبل ما نبدأ الفيديو ادعمني بلايك لو انتم مش مشارك في القناة اشترك في القناة فعل زر الجرس واشوف كل الجديد انا بنزله عشان نبدأ المراجعة بتاعتنا مراجعة موبايل سامسونج جديد سامسونج جالكسي ام 51 نبدأ بالتصميم خامات الموبايل من البلاستيك الفريم من البلاستيك وزن الموبايل 213 جرام وفي من الموبايل ده لونين اللون الابيض واللون الاسود الخامات البلاستيكية طبيعية جدا بالسعر ده لان مش كل المنافسين بقدوم خامات ازاز ظهر الموبايل موجود في مربع الكاميرات الخلفية انهاية ظهر اللوجو بتاع سامسونج تصميم الموبايل هادي بس ما فيش اي نقطة ابهار كده ولا حاجة تشدك ولا حاجة روش لا خالص تصميم تقليدي وكلاسيكي لأقصى درجة ممكنة سامسونج تملي في الفئات السعرية دي يمكن كمان لحد الفئات السعرية اللي هي لحد العشر تلاف جنيه مش بتهتم خالص بلغة التصميم الخلاصة في جزئية التصميم وزن تقيل خامات بلاستيكية تصميم تقليدي الشاشة بحاجب ستة وسبعة من عشرة بوصة من نوع سوبر امرت بدقة فول اتش دي بلاس الشاشة كاملة فيها سقب صغير في منتصف الشاشة موجود في الكاميرا الامامية لكاميرا السيلفي الحواف بتاحت الشاشة قليلة جدا طبيعية جدا بالنسبة لفئات الموبايل السعرية السطوع بتاع الشاشة ممتاز جدا الالوان بتاحت الشاشة مشبعة أو حلوة لأقصى درجة ممكنة تصميم الشاشة اللي بسقب حلوة جدا وبيدي لك فعلا تجربة الشاشة الكاملة ونوع الشاشة السوبر امرت في الفئة السعرية دي حاجة ممتازة جدا فعلا معظم المنافسين بقدموا شاشات سوبر امرت ودايما سامسونج بتقدم شاشات ممتازة جدا خلاصة جزئية الشاشة شاشة سوبر امرت ممتازة جدا حواف قليلة تصميم ممتاز الاداء المعالج الموجود في سامسونج جالكس ام واحد وخمسين سناب دراجون سبعمية وتلاتين جي مع اندرويد تن مية تمانية وعشرين جيجابايت زاكرة داخلية مع تمانية جيجابايت راب باب جي هتلعب عليها اتش دي كورفو تتحب علي في رهاي اي لعبة تقيلها هتلعب عليها اعدادات متوسطة اداء الموبايل في المهام الوامية بتاعتك التصفح سوشال ميديو وكلمات تصوير فيديوهات اي حاجة هتعملها في المهام الوامية بتاعتك هتلاقي الاداء سلس جدا وحلو جدا ما فيش فيه تقطيع ولا تهنيج ولا لاجوة اي مشكلة هتقابلك بفضل المعالج لسناب دراجون سبعمية وتلاتين جي القوى جدا والممتاز جدا في فاقة الموبايل السعرية البصمة مدمجة على زر بارو اداء سرع جدا الفس انوك مدمج مع الكاميرا السيل في اداء سرع جدا وسائل امان ممتازة جدا في سامسونج ريكس ام واحد وخمسين السخنية بتاعت الموبايل قليلة جدا ما يكونش عندك اي قلق من نقطة السخنية الخلاصة في جزئية الاداء في موبايل سامسونج جديد سامسونج ريكس ام واحد وخمسين اداء سلس جدا عوامل امان سريع سخنية قليلة الكاميرات اربع كاميرات خلفية موجودين في ظهر الموبايل الاولى اربعة وستين ميجا بيكسل اساسية التانية اتناشر ميجا بيكسل تصوير واسع التالتة اتنين ميجا بيكسل مكرو الربعة اتنين ميجا بيكسل عز الكاميرا الامامية الكاميرا السيرفي بدقة اتنين وثلاثين ميجا بيكسل اداء الكاميرا الخلفية في النهار تفاصيل قوية جدا والالوان ممتازة جدا فعلا سامسونج اخر فترة بقت معالجتها للصور ممتازة جدا اقصى درجة ممكنة هتلاق الصورة كده فعلا اينك تحب تشوفها اداء الكاميرا الخلفية في التصوير الليلي برضو نيت مود ممتاز بيطلع لك صور ممتازة جدا اداء الكاميرا السيلفي في النهار تفاصيل قوية جدا الالوان برضو ممتاز ومشبعة اداء الكاميرا السيلفي في التصوير الليلي نفس الموضوع نيت مود ممتاز هتطلع لك صور حلوة جدا مفيش فيها اي مشكلة كمجمل الخلاصة في جزئية الكاميرات في موبايل سامسونج جديد سامسونج جالاكسي ام 51 الكاميرا الخلفية والكاميرا الامامية هم افضل كاميرات في الفئة السعرية بتاعة الموبايل اللي نازل فيها بالنسبة للصوتيات السماعة الخارجية صوتها متوسط مش عالي اوي سماعته المكلمات صوتها عالي جدا سماعات الازن صوتهم عالي جدا بالنسبة للبطارية بطارية الموبايل بحجم 7000 ميلي امبير هات كافيك حوالي 12 ساعة شاشة مفتوحة وهالشاحن اللي جاي مع الموبايل 25 وات تشحنك البطارية بالكامل في ساعتين اللي تلت بطارية كبيرة وشاحن سريع بالنسبة لشبكة المكلمات متوسطة مش افضل حاجة بالنسبة لشبكات الوي فاي برضو مش بتلقط معك شبكات الوي فاي البعيدة الموبايل بعمل لها فلتر وبجيب لك شبكات الوي فاي القريبة جدا سعر الموبايل 6000 جنيه للنسخة الوحيدة الموجودة منه 128 جيجابات زاكرة داخلية مع تمانية جيجابات رام الخلاصة رأي الشخص في موبايل سامسونج الجديد سامسونج لكس ام واحد وخمسين الموبايل بقدم لك خمات مقبولة جدا شاشة سوبر امرض ممتازة جدا اداء قوي جدا في فاق السعرية بتاعت الموبايل كاميرات ممتازة تكاد تكون افضل كاميرات في الفاق السعرية اللي نازل فيها الموبايل صوتيات الموبايل او التجربة الصوتية متوسطة بسبب الصوت المتوسط للسماع الخارجية بطارية كبيرة شاحن سريع سخونية قليلة شبكات متوسطة مش افضل حاجة الموبايل بقدمنا قيمحة اي مقابل السعر اللي انت بتدفعه وبيقدمناك باكيج متكامل بسعره فعلا الموبايل ده ممتاز جدا في الفاق السعرية بتاعته وصلنا بقى لنهاية الفيديو لايك ولو انت مشاهدك في القناة اشترك في القناة فعل زر جاس وتشوف كل جديد انا بنزله ممكن تتبعنا على فيسبوك انستجرام هتلاق رابط كلها موجودة في صنوات اصف تحت الفيديو كالعادة كان معكم سيد ابو زيت الى اللقاء في فيديو جديد باذن الله